اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والذي يتمتع بالصحة النفسية هو العاقل ومن لا يتمتع بها فهو مجنون وعندما تساءل الناس ما الجنون نسمع اجابات مختلفة عن اوساط مختلفة لا رابط بينها الا الغرابة او الشدود عن المألوف ولا بد من العودة الى المفاهيم والتعاريف العلمية وعدم الخوض في هذه المفاهيم اولا مفهوم الصحة النفسية الصحة النفسية هي من المفاهيم العامة وينظر اليه على انه منتهى ما يصل اليه الفرد من خلال سلوكه وتفاعله في الحياة مع حوله فهو منتهى طريق طرفه الاخر هو المرض النفسي بمعنى ان الشخص الصحيح نفسيا هو الشخص الذي يعيد وافع سلوكه مؤثرا في البيئة من حوله بفعالية او موجب للمثيرات المختلفة الواقعة على الاخرين الان لا يمكن فهم الصحة النفسية الا بالرجوع الى مفهوم الطراب الصحة النفسية تماما كما ان مفهوم الصحة البدنية والعقلية لا نستطيع تصوره الا اذا علمنا باضطراب الصحة البدنية والعقلية ويصف المرء نفسه بعادة بانه في احسن حالة صحية اي انه لا يعاني اي اضطرابات وعلى هذا فان علم الصحة النفسية هو الدراسة العلمية للصحة النفسية ويستهدف مواجهة الاضطرابات النفسية والعقلية بمختلف انواعها واشكالها ولهذا العلم يعني علم الصحة النفسية له جوانب نظرية وتطبيقية ووقائية نتكلم الان عن الجانب النظري الجانب النظري يهتم بمعرفة الكيفية التي يمر بها السلوك السوي والعوامل التي تجعله ينحرف عن مصار ويخرج الى حدوده اللاسواء او الانحراف الجانب التطبيقي التطبيق وهو الجانب العملي ويتم الاستفادة من الجانب النظري في تقديم العون والمساعدة المهنية للمرضى وتقديم العلاج المناسب لهم الجانب الوقائي دائما يعتمد على تقديم الاستشارة لمن يحتاجه ومساعدة الافراد على مواجهة المشكلات التي تعترض سبيل تقدمهم وتعيقه سواء في الحياة الاسرية او في الحياة المهنية او الاجتماعية بمعنى ان جانب الصحة النفسية تعامل مع الاسوياء او العاديين لحمايتهم وتحصينهم ضد الوقوع والتعارض للمشكلات لان كل انسان معرض ان يكون لديه خلل في الصحة النفسية الان من خلال نعمل يعني التلخيص لما سبق نجد انه ليس من السهل وضع تعريف للصحة النفسية يعني ما في تعريف محدد للصحة النفسية لان هذا التعريف يرتبط ارتباطه موثيقا بتحديد معنى السواء او اللاسواء في علم النفس يعني السوي او اللاسوي لان الحكم بالسوية او اللاسوية على سلوك ما تكتنفه بعض الصعوبات نقدرش نقول انه هذا الانسان سوي هذا الانسان مش سوي الا فيه هناك بعض الصعوبات فالمحكات المستخدمة في هذا السبيل تتعدد وتتباين وليس بينهما محك دقيق الان قبل ان نستعرض المفاهيم السلبية والايجابية للصحة النفسية نتناول مفهوم السوية واللسوية ومحكات السوية واللسوية على النحو التالي السوية اللي هو بسموه نور ماليتي يعني جاي من النورمل والنورمل معناه السوي السوية هي القدرة على توافق الفرد مع نفسه ومع بيئته والشعور بالسعادة وتحديد اهدافه وفلسفته وفلسفة سليمة للحياة يسعى لتعقيقه يعني انه الانسان السوي هو اللي بيتوافق مع نفسه يعني بيكون راضي عن نفسه ومع البيئة المحيط فيه ويشعر بالسعادة ويحاول حقق اهدافه اللاسوية أب نورماليتي هي الانحراف عما هو عادي والشذوذ عما هو سوي وهذا التعريف للدكتور حامد زهران أستاذ الصحة النفسية والسواء والشذوذ مفهومان نسبيان لو نظرنا اليه من اي زاوية فالانحرافات عن اي معيار يستطيع الشخص تقبله يمكن ان تكون طفيفة لا تستحق الاهتمام او قد تكون واضحة او قد تكون واضحة لا تدع مجال الشك بانها ذات طبيعة شاذ الا انه لا يوجد قاطع بين ما هو سوي وما هو شاذ يمكن ان اعتبره مميزا الصحة النفسية لا يمكن فهمها الا في ضوء المرض النفسي بمعنى انه الانسان المريض نفسيا لديه الصحة النفسية متعبة لكن الانسان اللي صحته النفسية واللي لا يعاني من مرض نفسي هو انسان لديه الصحة النفسية بتكون جيدة الان دراسة المرض النفسي وتحليله وتحليل اسبابه له اثر كبير في تحديد الخصائص التي يمكن الحكم في ضوءها على الصحة النفسية وعلى عكس الشخصية الصحيحة او الصحية نفسيا فان الشخصية المريضة نفسيا كثيرا ما تعبر عن نفسها نظرا لعدم قدرات صاحبه على الحكم فيما يصدر عنها من سلوك بمعنى انه الانسان المريض نفسيا لا يستطيع ان يعبر عن ذاته في عنده اضطراب في وظائفه في سلوكه في تعامله مع الآخرين والشخصية السوية لا يخلو تماما من التوتر او مشاعر الذنب ولكن هذه المشاعر لا تستحوذ عليه ولا تغمره فهو قادر على ان يكون حرا من سطوة قيودها او على مواجهته بطريقة بناءة يعني الانسان السوي يستطيع ان يحل مشكلاته دون اخلال بتركيبة الداخلة اما الشخص الغير سوي او الشخص سيء الصحة النفسية يعني المريض بالصحة النفسية فبكون لديه مشاعر الذنب في كثير من الحالات او بسموه جلد الذات وما يخبره من قلق ليس من النوع البناء وانما هو من النوع الغامض والمعمم والمهدد لكل توازه النفسي وهذه صفات المريض النفسي او اللي عنده خلل في الصحة النفسية انه في عنده نوع من الغموض والمعمم والمهدد لتوازن النفسي وهو لا يرى طريقة واضح لحل صراعاته وعدم القدرة تسلبه ثقته بنفسه واحترامه بذاته الان ما هي المعيير التي تعتمد عليها السوية واللاسوية يعني يعد السلوك سوي او غير سوي وفقا للمعيير الاتية كيف نعرف ان هذا الشخص سوي وفقا للمعيير الاتية اول حاجة للمعيير الذاتي هذا المعيير يحدد الفرد مجموعة من الاحكام او المعايير عدة قيم ومبادئ واتجاهات تكون بمثابة اطار مرجعي يحكم من خلاله على السلوك فيما يتعلق مع هذا الاطار ويعد عاديا او ما لا يتفق يعتبر شاذا يعني السلوك العادي يعتبر جيد اما السلوك الذي لا يتفق مع ما يعتبر شلوكا شاذا وهذا المحك يستخدمه علماء النفس الاكلينيكي بدرجات اكبر يعني العلماء العيادي الطبي الاكلينيكي لا جاي من كلينك والكلينك معناها عيادة من استخدامهم لمنح السلوك التكيفي فمعظم الذين شخصوا كمرضى نفسيين يشعرون بالبؤس والقلق والانقباض والارق وفقدان الشهية بالاضافة الى اعراض مرضية مختلفة وهذا رح نيجي فيها الى الامام لما نتوسع في هذا المنهج الان الكبت وظهور الاعراض العصابية يعني العصابية يعني الخوف من المستقبل تؤدي الى حالة توافق غير سوية يتم على حساب وحدة الشخصية هذا الاتجاه يعتبر الحياة عملية مستمرة من النضال من قبل الفرد لاشباع حاجاته المختلفة في البقاء وتحقيق الذات والحصول على الامن والمعرفة وعرف كيف يحلها وقام باشباع حاجاته العضوية والنفسية هذا الانسان في هذه الحالة بيكون انسان سوي يعني اذا حل مشاكله وتكيف مع السلوك ومع الاخرين واشباع حاجاته العضوية والنفسية كانت صحته النفسية جيدة اما اذا بقي الفرد في صراع مع نفسه متوتر قلقان ومع من حوله يعني كل يوم الواحد يفترض اعداء حواليه مش متكيف مع جيران مش كيف مع اصدقائه كيف مع ابوه امه وبقي يعاني من وجود مشكلات غير متكيفة لديه فانه سيكون فريسة للمرض والاضطراب النفسي وسوف ينتابه القلق والخوف والشعور بالفشل والتعاسى اذا احنا عرفنا الحاجتين السوية واللاسوية وجبنا اللي هي خصائص السوية واللاسوية الآن احنا خلينا ننتقل بدناش نتكلم عن العيوب خلينا ننتقل للمعيار الثاني اللي هم عارة اجتماعي في هذا الاسلوب تتخذ المعييرة الاجتماعية كمحدد للسلوك العادي ويصبح السلوك العادي هو ما يتفق والمعييرة الاجتماعية في مجتمع معين يعني الإنسان السوي هو اللي بعيش في هذا المجتمع ويتوافق مع الناس وفقاً للمعايير والأنظمة يعني مثلاً الإنسان بمسيش بالشرط في نص الحارة أو بمشيش مثلا بدخن في شهر رمضان لأنه لو عمل هذا بيكون معاكس أو منافل المعايير السلوكية وقد أوردت بندكت عدد من الأمثلة لسلوك ينبغي اعتباره غير سوي في المجتمع الغربي على الغربي على حين يعاد بصورة إيجابية موضع وتقدير واحترام مجتمعات أخرى فإحدى قبائل الهنود الأمريكيين في كاليفورنيا المعروفة بالشاستة تضفي احترام على كل من فارق الحياة وسطه خبرات معينة من النشوة والابتهاج والانفصال الروحي عن الواقع المادي المعيطين بمعنى أنه أحيانا قد يكون السلوك لدينا ممنوع ولكن قد يكون في دول ثانية مرغوب بمعنى أنه إحنا ممكن الإنسان يمشي بالشرط بشكل طبيعي في فرنسا أو في بريطانيا ولكن في غزة صعب من الواحد لأنه مش من عاداتنا أو مش من تقاليدنا الآن النقد الموجه للمعيار الاجتماعي يعني يمكن نقد المعيار الاجتماعي في النقاط التالي أنه المجتمع في بعض فترات الضعف قد يتسامح إذا ألوان من السلوك كان يعرضها بحزن في الماضي مع المجتمع لما يتطور في سلوك كثير إحنا كنا نرفضه الآن أصبحنا نتقبله كذلك تحدث هذه الظاهرة بصورة أكبر في إطار عملية التغير الاجتماع التي تعمل على إضعاف قيم قائمة وإحلال قيم بديلة مكانها ومع مقاومة القيم القديمة وتحمس الأبناء القيمة الجديد يكون ما هو مقبول عند الأبناء مرفوض عند الأباء وما هو سوي عند الأباء شاذ ولا سوي عند الأبناء بمعنى أن الصراع الأجيال بين الأباء والأبناء بحدد ما هو مقبول أو ما هو مرفوض يعني ممكن أبوك يطلب منك إشي أنت تشوفه عيب أو هو يرفض منك إشي أنت تشوفه صح فهذا هو الصراع استخدام مفهوم الشواذ أو اللاسوية بمعنى الثقافة الاجتماعية يجعل من الصعب التمييز بين المرض النفسي والعقلي والانحراف الاجتماعي وبين الخبل والإجرام فمن المقبول بصورة عامة أن يرتكب بعض الناس جريمة من الجرائم منتهكين بها القانون منتهكين بها القانون وبذلك يعتبروا منحرفين بفعل بأنهم حادوا على المعايير الاجتماعية ولكنهم يرغبون ذلك ولكنهم برغم ذلك لا يعدون من الوجهة النفسية العقلية مرضى يعني ممكن نحن نمارس شغلات ما يتقبل المجتمع ولكن هذا ليس معناه مرضا نفسيا بعدين على أفراد المجتمع حسب المعايير والانصياع والامتثال للعدات والتقاليد والسائدة في المجتمع بغد النظر عن كونها سطحية أو عن كونها صحيحة أو خاطئة إلى هنا منهي هذا اللقاء الأول وإن شاء الله في لقاء آخر نتواصل أشكر لكم حسن الاستمار